أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمنة وكشفت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقديم اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري حتى السابع من الشهر القادم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت انطلاق من الدور الكبير لمعاون الأمن في إثراء العمل الشراطي بقدراتهم التدريبية والتعليمية المتميزة التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بمعاهد معاون الأمن منذ أن تم استحداث هذه الفئة ضمن منظومة العمل الأمني واستمرارا لضخ المزيد منهم في أجهزة وزارة الداخلية فقد صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاون الأمن وفقا لشروط وضوابط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الزكور والإناث الدفعة التاسعة وفقا للقواعد التالية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ألا يقل السن عن تسعتاشر عاما ولا يزيد عن خمسة وعشرين عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ألا يكون قد سبق فصله من أحد معايد معاون الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب ألا يقل الطول عن مية وسبعين سنتي بالنسبة للذكور بالنسبة للإناث لا يقل الطول عن مية وستين سنتي ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى ألا يكون متزوجا أو صدق له الزواج وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن أماكن ومواعيد سحب كراسات للتحاق وهي معهد معاون الأمن بطرع للذكور والإناث ومعهد معاون الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور ومعهد معاون الأمن بمدينة السادس من أكتوبر طريق الوحاة للذكور ومعهد تأهيل الأفراد بحي القوثر بسوهاج للذكور وأتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت اعتبارا من يوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر 2023 حتى الخميس السابع من ديسمبر 2023 ويحصل الطلاب على مزايا خلال فترة الدراسة حيث تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد الدراسة بمعاهد معاون الأمن على مدار عام ونصف لتأهيلهم علميا وعمليا للالتحاق بكفاءة وفاعلية واحترافية للعمل بمختلف المواقع الشراطية الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن هي فرصة لمن تنطبق عليهم الشروط للتحاق بهذه المعاهد شرط اكتياز الاختبارات المحددة من نفسية وذهنية وبدنية وصحية ورياضية ثم بعد ذلك الدراسة بالمعاهد مدة عام ونصف بعدها يتم الالتحاق بكافة المواقع الشراطية مسلحين بالعلم والخلق والاحترافية الكبيرة عبدالله بركات التلفزيون المصري